نروح لأخبار النادي الأهلي والنادي الأهلي بعد فترة طويلة من الراحة كان عنده ضغط كبير طوال الموسم الأهلي من الفرق اللي لعبد في أكتر من بطولة من أول بقى ما الموسم بدأ والدوري الأفريقي والدوري مصري وكمان عنده الكاسو السوبر الموسم الماضي وكان عنده كمان دوري الأبطال موسم كبير جدا فقرر ياخد أجهازة كبيرة عشان اللعيبة تقدر تستعيد اللياقة الزهنية وكمان البدنية ولكن هيبدأ النهاردة بقى التدريبات الجماعية على ملعب مختار التيتش لستعدادة لانطلاق الموسم الجديد والخلاص بقى بعد الراحة السلبية لمنحها الجهاز الفني للاعبين في الفترة الماضية النهاردة هيكون التدريب ولكن هيغيب بعض العناصر مين هم العناصر؟ انتوا عارفين أكتر مني اللعيبة الدولية بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر والمنتخبات الوطنية الأهلي في اللعيبة كتير دولية بتلعب مع منتخبتها تمرين النهاردة الجهاز الفني هيركز فيه على تدريبات بدنية بعد الأجهازة عايز يرفع الحمل البدني لللاعبين من أجل استعادة فرمت المباريات قبل خوض المنافسات القادمة كمان اللعبين هتخضى على بعض القياسات والأوزان واللاقة بدنية حد يقول ليه بقى فيه خياسات ما اللعبة دي موجودة أسبوعين أجهازة هيبدله كل الحاجات اللعبة لما بيكون ماشي فعجلة الماتشات وخلاص ما ماتش للتاني بريكوفري في أكل معين بنظامهم معين وياخد أجهازة بيفصل كل الكلام ده بيبدأ خلاص بينام وقت مختلف التغذية ممكن تكون مختلفة من حقه زي أي إنسان أو أي رياضي بيكون عنده سيزن أوف وقت بيأكل فيه براحته شوية وقت بالتدريب ما بيكونش موجود فيه آه ممكن يلعب شوية كارديو ممكن يمارس شوية رياضة يعمل شوية تمارين خفيفة ولكن مزي وقت الماتش فاللعبة هترجع ممكن حد زيت شوية ممكن حد بدنيا مش جاهز شوية عايز عنده تدريب مكسف بدني عشان كاب يكون فيه قياسات وأوزان خاصة لكل لعب وعلى نتيجة التدريبات دي أو نتيجة القياسات دي مدير الفني للنادي الأهلي بقى يبدأ يحط لكل لعب تدريبه لوحده ولكل لعب استعداد لوحده من أجل استعادة فورمة المباريات وزي ما احنا عارفين استقر الجهاز الفني على إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي بسبب ضيق الوقت وعدم موجود معظم اللاعبين الموجودين مع منتخباتهم في الأجندة الدولية كمان النهاردة هيعود من ألمانيا كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي اللي بنقول له الحمد لله على السلامة بعد إجراء العملية الجراحية في ألمانيا عملية قطع في رباط الصليبي تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين في مجال إصابات الملاعب على أن يبدأ فترة التأهيل من الصليبي وفقا لما تم تحديده من الطبيب المعالج وقال طبعا دكتور أحمد جبالة طبيب النادي الأهلي أن كريم فؤاد أجرى العملية الجراحية بنجاح في رباط الصليبي بألمانيا وبمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين موضح أن جراحة كريم فؤاد مطمئنة للغاية وسوف يحصل على راحة لعدة أيام ويبدأ بعدها العلاج الطبيعي وفقا للبرنامج العلاجي المحدد من المقرر أن يعود إلى القاهرة اليوم إن شاء الله نتمنى للعودة لملاعب سريعا وإن شاء الله يرجع أحسن وأفضل وأقوى من أولي لسه مع النادي الأهلي وكولر منح الدوء الأخضر لمسؤول النادي الأهلي برحيل كريم ندفد كريم ندفد لاعب وسط النادي الأهلي طبعا بعد ما تم التعاقب مع أكتر من صفقة وأخرهم عمر الساعي لاعب وسط نادي الأسماعيلي خلال الساعات الماضية كولر أوصى برحيل لندفد لأنه شايف أن فيه لعيبة كتير جدا في نفس المركز أو في المركز ده ندفد تلقى في الفترة الماضية أكتر من عرض تحديدا يعني كان جايله عرض من نادي المصري برسعيدي جايله عرض من نادي الاتحاد في عرض أيضا من زد اللعب في الفترة الحالية مش عايز يبص للعروض طب ليه مش عايز يبص للعروض هو عايز الأول يحسم أمره مع النادي الأهلي عايز يعرف الأهلي محتاجه الفترة الجاية مش محتاجه كريم من أبناء النادي الأهلي وحلام من كباية للنادي الأهلي وحابب أكيد يكون موجود فمش عايز ياخد قرار قبل ما النادي الأهلي يتكلم معاه وإدارة تتكلم معاه ويشوف الأفضل للطرفين أما على صعيد الصفقات الجديدة لسه لجنة التعاقدات بتدور على مهاجم قوي لجنة التعاقدات داخل النادي الأهلي بتدور على مهاجم مميز وبناء على طلب الجهاز الفني عايز يزود الحصيلة من المهاجمين عايز مهاجمين بأكتر من ستايل عايز يكون عنده حلول كتير جدا طيب الفكرة رايحة لفين الأهلي بدأ يروح يفاوض مع مين في خطوط مفاوضات كده مع النادي الأهلي مع المهاجم السويدي من أصل فلسطيني يوسف ساليتش لاعب نادي سيرس السويدي خلال فترة الانتقالات الجارية يسعى النادي الأهلي لتعاقب مع مهاجم جديد واللاعب عنده إمكانيات جيدة ومارسل كولر شايف يعني بعد رحيل مودست وشايف تجربة وسامة بوعلي جيدة فبيدور على لاعب قوي بإمكانيات قوية يكون موجوب مع وسامة بوعلي طيب يوسف ساليتش عمل ايه الموسم الحقيقي لاعب كم لقاء لاعب 18 مباراة على مدار الموسم الماضي سجل كام هدف من 18 مباراة سجل 10 أهداف وصنع هدفين يعني ساهم ب12 هدف في 18 لقاء في أكتر من مطولة فلاعب بيمتلك قوة أهدفية بيمتلك شخصية عشان كده الأهلي موجوب مع اللاعب في مفاوضات بقوة خلال الأيام الحالية طيب نروح